هذه أبرز العنوين إبراهيم ديازة يتوج رفقة ريال مضيض الإسباني للمرة الأولى في تاريخه بلقب دور أبطال أوروبا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفاجأ النجم المغربية يوبا الكعبي بجائزة تاريخية بعد تألقه الكبير في الدور المؤتمر الأوروبية الحارس المغربية سينبونو يحصل الأخضر واليابس جائزتان للقفاز الدهبي خلال ثلاثة أيام بعد استبعادهم من لائحة المنتخبة المغربية عادل تعربت يخرج بانتقاد مفاجئ لوليد الرجرقية توجر ريال مضيض الإسباني بلقب دور أبطال أوروبا يقب فوزي على بروس دورجموند الألماني بهدفين لسفر في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في نهائية المسابقة القرية بملعب ويمبلي شهد الشوط الأول محاولات مستمرة للفريق الأصفر حيث كان هذا الأخير أكثر خطورا من ريال مضيضة الذي انقده حريصه تيبو كورتوا من فرصتين محققتين عن الأقل وفي الشوط المباراة الثاني قدم الفريق الملكي عروضا قوية ترجمها إلى هدفه الأول من توقيع الفأسباني داني كارفاخال في حدود الدقيقة الثالثة والسبعون قبل أن يضيف فينيسيو جينيور في شباك بروس دورجموند الهدف الثاني بتزديدة قوية استقرت في الزاوية المرمى الفريق الألمانية ويعد ريال مضيضة الفريق الأقصر تجويجا بدور أبطال أوروبا برسيد سبا خمسة عشر لقبا متفوقا بفارق كبير على أقرب منافسيه ميلانا الإيطالي الوصيف الذي يحمل في جعبته سبعة ألقاب اختارت لجنة المراقبين الفنيين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيوبا الكعبي مهاجم نادي أولمبياكوس اليونانية أفضل لاعب في الدور المؤتمر الأوروبي لموسم 2024-2023 وأفاد البلاغ الاتحاد الذي يوجد مقره بنيون سويسرية أن اللاعب البالغ من العام 30 عاما قدم موسما رائعا بعد خروج فريقه من أوروبا ليغ في نهاية دور المجموعات سجل إحضاع عشر هدفا بما في ذلك هدف الفوز في النهائية وسجل الاتحاد أن الدولي المغربي بات أول لاعب يسجل 11 هدفا في مراحل خروج المغلوبة من مصابقات الكبرى للأندية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تشير الإحصائيات إلى أن أيوبا الكعبي في دور المؤتمر الأوروبي إلى أنه من 9 مباريات سجل خلالها 11 هدفا وقدم تمهيرة حاسمة وعند وصوله إلى أولمبياكوس هذا الصيف لعب الكعب موسمه الأول في مصابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حيث صرح الموقع اليوفا عندما تلقيت الغروض من أولمبياكوس رأيت أنه بمثابة تحدي شخصية أولمبياكوس نادي مرموق يسعى دائما للحصول على الألقاب الوطنية ويشارك في منافسة الأوروبية حلمت باللعب في بطولة الأوروبية كما كان متوقعا اختير أيوب الكعبي من التشكيلة المثالية للدول المتمر الأوروبي إلى جانب نجوم فيورونتينا وعسطونوفيلا وبروشا فرد الدولية المغربية زينبونو أحارس مرمى فريق الهلال السعودي نفسه نجما فوق العادة في نهاي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام النصر ليقود فريقه لتحقيق تولاتية محلية بعدما استأسد في راكلات الترجيح أمام رفقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أردف الدموع من جديد في مواجهة مع بونو وقدم حام عرين وصود الأطلس موسما استثنائيا في حدود في دفاعه عن مرمى الهلال الذي يقضي معه موسمه الأول وكان حاسما بقفازه الدهبي في تتويج الفريق الأزرق بثلاثية خاصة في نهاي كأس أمام النصر بعدما تصد لركلة جزاء وأخرى ذهبت فوق المرمى ونال بونو جائزتين شخصيتين خلال ثلاثة أيام حيث توج بجائزة أفضل لعب في نهاي كأس الملك وهي التانية له بعد حصوله على جائزة أفضل حارس مرمى في دور الرشن السعودي الذي حسم فريقه لقب أيضا ولمس المغربية سينبونو أركورا في 48 مرة وبلغت تصدياته خمسة بينما بلغت دقة تميراته 71% خلال نهاي كأس الملكة طبقا للإحصائيات موقع صوفا سكورا العالمية في هذا الصدد قال الصحفي الرياضي السعودي عبد الله العبد في تصريحا خاص به بونو إضافة كبيرة لنادي الهلال والدورية السعودي بشكل عام وجوده في الملاعب السعودية يعطي قيمة شخصية وخاصة لحراس المرمى حل اللاعب المغربي عديل تعرابت ضيفا على الجريد الإلكتروني المغربية أترى من خلالها مجموعة من القضايا الرياضية التي همت مسيرته طيلة هذه السنوات بعدما تم استبعاده من طرف وليد الرجراجي عن المنتخب المغربي في الفترة الأخيرة وفي جوابه عن رأيه بخصوص المنتخب المغربي قال عديل تعرابت جودة لاعبية منتخب المغربي الحالية إنهم قادرون على إنهاء المباراة وأي مباراة سواء كان خصم كبير أو صغير في عشوة دقيقة فقط سيسجلون هدفين أو أكثر وتابع المنتخب المغربي ضد جنوب إفريقيا بقي يلعب الكرة وراء وكان الخصم هو من يضغط وكان من السهل أن يقوم اللاعب الخصم بمراوغة المدافعين وتسجيل هدف علينا الرجراجي لم يكن عليه أن يلعب بتلك الطريقة فإن المغرب اسمه فقط يخاف منه المنتخبات خصوصا بعد الأداء الذي قدمه في مونديا القطر قد أصبح المنتخب المغربي شيئا يضربه له الحساب إذا لم تلعب الكرة في الهجوم فسوف تستقبل الهدف وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه وليد الرجراجي في كأس أمم إفريقيا الآخر بالكودفوارا كان عليه أن يلعب هجوميا لا أن يدافع أمام منتخبات متواضعة مثل جنوب إفريقيا ترجمة نانسي قنقر